بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت سيكس كراكت كونكريت في التنشن زون في الالاستيك استيج بنتكلم هنا في مرحلة حدوث الكراكينج يعني الكاميرا اللي عندي بقى فيها كراكينج واللكراكينج دوت موجود في التنشن زون لان انا ممكن يبقى عندي كاميرا الكاميرا ديت يبقى فيها الكراكينج هنا في التنشن زون او ممكن يبقى فيها كراكينج موجود في الكومبريشن زون فاحنا هنا بنتكلم على الكيس اللي فيها كراكينج موجودة فين في التنشن زون طب ادي كروس سيكشن عندي بالديمينشن بتاعتي سواء هي البي والدي التوتال ديبس هو عبارة عن اتش ده توزيع السترين زا ما احنا شايفينه لينير وده توزيع السترس اللاحز هنا ان المنطقة ديت بقى فيها الكراكينج علشان كده اهملنا الخرصانة كأن الخرصانة مش موجودة واللي شغال معايا بس هو حديد التسليع طب ايه هي الخواص بتاعة المرحلة ديت بنقول ان الـ F-TENSION اكبر من الف ار وإلى ما كانش حاصر الكراكينج يعني بنقول ان اجهادات الشد اللي هو التنصي السترس اكبر من الف ار اللي هو الموديلاس الحاجة التانية ان المومنت الموجود اكبر من الكراكينج مومنت اللي هو المومنت اللي بيسبب الكراكينج Fc بتساوي 45 من مية Fc- Fs بتساوي نص Fy الكلام ده واضح عندي على الكيرف ده الكيرف ده وقت اللي هو stress strain بتاع الخرصانة فبنقول ان احنا stress بتاع الخرصانة stress اللي موجود في المنطقة دي يعني اقل من ultimate compressive strength ده منحنة الحديد اللي هو stress strain دي قيمة ال Fy لأ احنا شغالين على stress بساوي نص Fy يبقى دي الخواص بتاع المرحلة اللي هي فيها cracked concrete tension zone وما زالنا شغالين في elastic stage اللاحظ هنا ان توزيع stress على الخرصانة مازال linear يعني خط مستقيم طب بنكمل مع بعض ولكن في حالة ultimate strength اللي بيحصل او ايه الفرق الفرق هنا ان توزيع stress في compression zone بيبقى non-linear بيبقى parabolic ليه علشان اللي stress وصل ultimate وصلنا ultimate strength بتاعة الخرصانة الحاجة التانية ان stress في steel اللي هو Fs وصل ليد strength بتاعة الحديد اللي هو قيمة Fy يبقى ايه اللي بيميز مرحلة ultimate ان توزيع stress بيبقى parabolic وصلت ultimate في كل شيء يعني compressive stress بيساوي strength بتاعة الخرصانة والFs وصل قيمة Fy ده مثال هنا عندي ده bridge الbridge دوت حصل في failure فبنقول ديت منطقة maximum نتيجة المومنت اللي عندي المومنت دوت بيسبب tension في الجزء الصوفلي و compression في الجزء العلوي يبقى دي الفورس اللي بتبقى نتيجة نتيجة وجود المومنت على القطاع هنا برضو ده القطاع اللي عندي نتيجة المومنت تينشن فورس وفيه هنا compression فورس ده توزيع الاسترس دي قيمة الاسترس في compression zone اللي هي Fc طبعا في الجزء الصوفلي بنحمل وجود الخرصانة وبنقول ان الحديد بس هو اللي موجود والهدف من الحديد انه بيقاوم اجهدات الشد زم احنا بنقول ان احنا بنهمل الخرصانة في منطية attention zone